أهلاً أصدقاء إذا كنتم تريدون أن تستمر سلسلتنا طوال الوقت وكذلك إذا كنت تريدون القبض على هاجر فلنضغط على زر الإعجاب ولنشترك في القناة هل سيعلم باراني الحقيقة؟ هل ستقتل هاجر ديلاً؟ متى ستنتهي سلسلتنا؟ هل سيصبح باراني وديلاني عائلة حاضنة لشيران؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء لنمتقل إلى الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم وفي الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم ستبدأ حقائق المسلسل في الظهور واحدة تلو الأخرى مع اقتراب سلسلتنا من نهايتها لأن المعلومات التي تفيد بأن هاجر هي القاتلة ومختطفة ميران استخرج في النهاية بالطبع في البداية سيتم الكشف بفضل عاكف أن هاجر قتلة حسن لأن سوار هاجر الذهبية كان قد سقط في مكان الحادث وبفضل هذا الدليل المهم سيصل عاكف وباراني إلى الحقيقة تدريجياً نتيجة بحثه سيكتشف باراني أن هاجر هي القاتلة ولكن بما أن باراني سيفعل كل شيء سرم فلن تكون هاجر على علم بأي شيء وهكذا يتبين أن هاجر قاتلة لكن لسوء الحظ ستحاول هاجر إطلاق النار على ديلاً وقتلها لتجنب القبض عليها إذا لم يكن باراني حذراً فسوف تموت ديلاً بسبب هاجر ولكن إذا انتهت سلسلتنا بنهاية سعيدة فلم تموت ديلاً أبداً سيتم القبض على هاجر في النهاية وستذهب إلى السجن بالإضافة إلى ذلك علم ديلاً وباراً من جيداء أن ميراً لم يكن ابناً لجيداء وطارق وبما أن هذه الحقيقة سيتم الكشف عنها في الحلقة القادمة فإن طارق سيطلب الطلاق من جيداء سترفع ديلاً وباراً أولاً دعوى قضائية ضد طارق لتبني ميراً لاحقاً سيكتشف ديلاً وباراً أن ميراً هو في الواقع طفلهما لأن ديلاً سترى قلادة ميراً في صندوق المجوهرات وتشتبه في أن ميراً هو أبنها بفضل اختبار الحمض النووي سيكتشف باراني أن ميراً هو في الواقع أبنهما وبذلك ستسيطر حلقات السعادة على المسلسل لكن في هذه العملية ستكون سلسلتنا نهايتها لأنه يمكن القول أنه لم يتبقى سوى أقل من شهر واحد حتى الموعد النهائي لسلسلتنا إذا قرر كاتب السيناريو لسلسلتنا عدم جعل سلسلتنا نهائية فسوف تستمر سلسلتنا حتى يونيو ألفين وخمساً وعشرين أتمنى أن لا تكون سلسلتنا هي النهاية وأن تستمر بكل ما فيها من إثارة لأن الجمهور يريد أن يستمر المسلسل بكل ما فيه من إثارة يواصل مشاهد المسلسل متابعة المسلسل باهتمام لذلك أتمنى أن تأخذ رغبات الجمهور هذه بعين الاعتبار وأن لا يكون مسلسلنا الجميل هو النهاية إذن كيف تعتقدون أنه سيتم الكشف عن أن هاجر قتلت حسن وسأنتظر تعليقاتكم أدناه دعونا نرى ما هو رأيكم في هذا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى